زاحتك كابتن هيسم وانا بجد عايز اذكر حضرتك جدا 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 على الدعم اللي حراك بقى لك سنتين بتدعمنا من ساعة ما بدأنا للمشروع بتاعنا والخطة بتاعتنا باشكر حراك جدا على الدعم والمساندة اللي احنا بنلاقيه منك ومن قناة النادي الاهلي المحترمين حقيقة كابتن ده يعني واجبنا اتجاهكو وخلينا اقول انه انتو الابطال انتو اللي شغالين اتحاد شغال اتحاد محترم اتحاد عايز يوصل لحاجة ومديلية اللومبية لازم كلنا نسنده لان ده اكبر هدف بالنزمانة وهو اسم مصر يكون في المقدمة زي ما حضرتك شغال عليه واكيد احنا برضو ده حاجة تساعدك ابتمرزو هبتدي القصة من البداية ما حضرتك من ثلاث سنين شوية يعني اللي حاجة بسيطة كان في انتخابات الاتحادات تولد مشروعا ده حضرتك فكرت تنزل رئيس الاتحاد ووفقت بعد ما وفقت حطيت خطة الاتحاد كلمني عن اول خطوة عملتها بعد ما توليت المسئولية كاحد اصغر رؤساء الاتحادات اللي جم مش بس اتحاد الجهود لأ في كل الاتحادات ب42 سنة تقريبا اول اجتماع واول خطوة خدتها فكرت ازاي هتعمل ايه مع الجهود الفترة اللي جايه حراكنا من الموضوع قبل كده بشوية من قبل ما فكر اننا ننزل الانتخابات اصلا انا كان لازم عشان افكر اننا ننزل رئيس الاتحاد لازم يكون عندي رؤية ولازم يكون حطت مشروع وعمل خطة اننا نازل عمل ايه مش اننا بعد منجح ابقى رئيس الاتحاد ابتدى فكر اننا هشتغل ازاي لازم يكون عندي بلان في البداية وخطة ودارس وحطت اهداف لان بدون وضع اهداف حقيقية سهلة التحقيق يبقى انا مش هينفع عنزل الانتخابات اصلا فانا كان عندي خطة من البداية انا كنت عارف المشاكل يعني انا كنت في الاتحاد في الدورة اللي قابليها متواجد في الاتحاد فانعارف المشاكل اللي موجودة وكنت متنبق باللي هيحصل ان احنا عندنا فجوة كبيرة جدا هتحصل ان احنا عندنا ابطال شغالين بقى لهم فترة كبيرة جدا والناس دي خلاص انهكوا وعملوا اللي عليهم يعني كل الابطال اللي هم بطلوا في الفترة اللي بعده اولمبياد توكيو الناس دي جابت لمصر مديليات واشتغلوا بس هم خلاص هم وصلوا مرحلة دي وصلت الحياة الرياضة انت بتوصل لمرحلة اهم حاجة تعرف التوقيت ام تتبطل عشان تخرج بشكل يليه فالخمس ابطال اللي كانوا متواجدين عندنا هم خلاص بعد توكيو بطلوا فاحنا كان حصل عندنا فجوة كبيرة جدا احنا مكناش مستعدين لها مكناش بنبني اجيال من الصغيرين مكناش عندنا خطة ان احنا نشتغلها من بدري فهو ده كان الهدف عندنا اول حاجة ان احنا نأسس البيت بتاعنا من اول وجديد لان احنا لنا تاريخ كبير في الجودو من زمان فاحنا كان لازم عشان نرجع تاني احنا بنعمل اعادة لوضعنا الطبيعي مش ان احنا انا مش ببني حاجة من اول وجديد لا انا عندي تاريخ موجود فانا بعمل بس اعادة للطريق الصحيح فانا ببني منظومة من اول وجديد عشان ترجع لوضعها الطبيعي فاحنا كنا لازم نحط خطة ونشتغل بالورق والقلم انا في شغلي الخاص انا بشتغل ورق والقلم لازم اكون حاطة اهداف وحاطة خطة واستراتيجية وابعارف ان انا عايز اوصل فين لكن اي حد بشتغل كده من غير خطة وهدف مش هيوصل لحاجة يفضل ممكن ان تبقى ماشي في الطريق الغلط يعني فانت لازم تحط ستيبس وتوصل لنوقع الخطوة الاولانية تبتدي تاني على الخطوة التانية لكن انا لو حطيت ان انا عايز اوصل اول ان انا هدفي من اول ما جي وانا ما عنديش رؤية ولا عندي حاجة ان انا عايز اجيب مديلية اولمبية بعد سنتين وانا كده مش لكن احنا عندنا خطة من البداية احنا شكلنا لجان الاتحاد حطينا ادينا لكل عضو مجلس ادارة هل استحدثت لجان جديدة ولا نفس اللجان اللي كان معمول بها لا هي اللجان ما كانتش مفعالة اصلا احنا فعلنا دور اللجان يعني كل اللجنة الفنية لها رئيس لجنة مشرف عليها عضو مجلس ادارة من الاتحاد مشرف لكن رئيس اللجنة هو ليه الصلاحية الكاملة ان هو يطور ويعرض علينا واحنا ما بنتدخلش بنتدخل يعني انا دلوقتي ان رئيس اللجنة فنية بيعرض علي الخطة بتاعته وطريقة العمل انا بنقشه لكن في الاخر طالما ان اللجان كلها اجتمعت واتفقوا ان هو دي خطة العمل خلاص احنا بنوافق عليه احنا دورنا احنا بنشرف بس على اللجان عشان نعرف نحاسب احنا في الاخر احنا لازم ندي فرصة ولازم ندي مدة زمنية بعد كده في نهاية الموسم نقيم هل الخطة اللي توضعت دي جابت نتاجها ولا لا فاحنا شكلنا اللجان كلها في الاتحاد ببقى فيه عضو مجل كل عضو مجلس درم مشرف على اللجنة طبعا اشتغلنا عمالنا انا عندي مقولة مهمة جدا ودي لو اتطبقت هتفيدي الرياضة المصرية قوة اي اتحاد من قوة الموسم المحلي بتاعه انا كل ما الموسم المحلي بتاعي بيبقى قوي وعندي مسابقة منتظمة خلاص الرياضة هتبقى في حتتين لازم بقى عندي موسم محلي قوي جدا لان هو ده اللي بيفرز لي في الاخر انا مش روح اجيب حد من برا انا عندي الموسم المحلي بتاعي جدول بطولات منتظم البطولات تقام في معادها ما فيش تأجيلات ما فيش الغاء بطولات لا احنا اشتغلنا من اول يوم ان احنا نحط الجدول ونمشي عليه مهما الظروف حصلت انا عايز الموسم المحلي بتاعي بقى قوي لعبنا عدد بطولات كبيرة جدا من اول سنة 8 سنين لغاية الدرجة الاولى افرز عندنا في اول سنة بقى عندنا نتائج وعندنا نتائج فعلية انا بقى عندي دلوقتي معروف مين اول ومين تاني ومين تالت جمهورية اعرف اختار بينهم فبتدى خش المنتخب يعني اول مرحلة عندها بطولة الجمهورية حركة احنا حطين معايير حركة لو تكسب بطولة الجمهورية تدخل المنتخب حركة لو روحت بطولة افريقيا جبت اول افريقيا تلعب بطولة العالم ده التدرج اللي احنا عاملينه فبتدينا نعمل موسم محلي قوي جدا افرز لنا عناصر كويسة جدا خامات لسه لازم نشتغل عليها لان هما لسه ملعبوش دولي فبتدينا نشتغل عليها وكونا المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب ترى انا بطولة افريقيا في كينيا السنة اللي فاتت جبنا اول فردي وفرق شباب وناشئين ابتدينا دي اعتبرنا خطوة اشتغلنا عليها وكملنا وبنين عليها وطلعنا بعد كده بطولة افريقيا السنة دي شباب وناشئين في متغشكر حصلنا برضو على اول ترتيب عام شباب وناشئين اهمناش الفريق الكبير عندنا ابطال بطالين او ثلاثة او اربعة من الناس الفريق الكبير هما لسه مكملين معنا البطل عبد الموجود واحمد علي وعلي حازم وعبد الرحمن عبد الغاني وعبد الرحمن محمد علي ابتدينا نزق الشباب اللي هما اللي طالعين المميزين ندمجهم مع الفريق الكبير اللي موجودين عشان يبقى عندنا تيم قوام تيم كبير نشتغل به برضو يساعد معنا خبرة مع الشباب والناشئين اللي طالعين الحمد لله السنة دي رحنا بطولة افريقيا كبار في المغرب عملنا ثلاث مديليات دهب وخدنا اول ترتيب عام فاحنا السنة دي الحمد لله الاول مرة تقريبا في التاريخ برضو على حد ما انا شفت ان احنا ناخد اول ترتيب عام شباب وناشئين وكبار يناخد السلاسية ان احنا في القرى الافريقية ناخد جميع المراحل العمرية خدنا ترتيب عام اول فدي خطوة اولة بالنسبة لي مش هو ده الحلم انا حلمي زي ما حدك قلت في البداية الحلم ده الاولمبية هو ده اللي احنا شغالين عليه بس انا عشان اروح للمدالة الاولمبية لازم امشي بالتدارب لازم ابني حدتك مرحلة الاساس في اي حاجة فمحلات الاساس دي اهم حاجة لو انا بابني حاجة انا بعمل الاساس كويس جدا عشان بعد كده البونة سهل يعني انا لو طلقت خلاص فوق بعد كده البونة سهل انا بقى عندي قعدة كبيرة وخلاص بقى فيه سيستم وبقى فيه عجلة دايرة احنا مش بنخترع العجلة العجلة مخترعة من زمان تريد النجاح واضح بس نشتغل عليه نشتغل عليه بالخطوات الصح فاحنا بالنسبة ان احنا عملنا اساس قوي جدا انا لو انا مش موجود لدورة الجاية اللي يجي بعدي ما يخترعش هو يجي يشوف اللي كان معمول ويمشي خلاص الاساس موجود الموسم المحلي شغال جميع المراحل العمرية شغالة بتطلع لي ابطال الابطال دول يطلعوا يخشوا في المنتخب المنتخب دي بيستلم خامة بيستلم خامة